أشوف المدرجات بيضة بدأ الغزو الألماني الجماهيري باصل مساء الخير عبدالله بالفعل نفس أجواء الكامنوي هذه الجهة جماهير فرانكفورت نفس الأجواء تشاهدتها منذ حوالي أسبوعين أو أكثر أشاهدوا هنا اليوم ولكن جماهير جلاسكو رينجز أيضا جماهير رائعة جدا منذ حوالي أكثر من ساعة وهي موجودة في هذا الملعب والتجهيع لا يكف ومنظر هذه الأجواء فعلا أجواء رائعة جدا الجماهير موجودة في الشوارع منذ يوم أمس الآن دخل اللاعبون لعملية الإحمال لذلك كان هناك تفاعل كبير من تمال الجماهير وأعداد كبيرة وأعداد كبيرة أيضا كانت خارج الملعب تطالب أو تطحة عن التذاكر لشرائها جماهير فرانكفورت طلبت بمئة ألف تذكر مع العلم أن هذا الملعب يتسع فقط لحوالي 45 ألف متفرج لذلك هناك رغبة كبيرة في الموجود هنا والتجهيع هذا الفريق وفرصة تاريخية للفريقين عبد الله أن يفوزا بلقب أوروبي اللقب الأوروبي الأخير الذي فاز فيه فرانكفورت يعود لـ 80 في هذه البطولة ولقب الأخير الذي فاز فيه جلاسكو رينجرز يعود لـ 72 في كأس الكوز هي فرصة تاريخية قد تتكرر في أسنوات المقبلة على فكرة باصل سمانا وحتى قرأنا في الصحب أن هناك مئة ألف مشجع من قبل مشجعي رينجر استوجهوا إلى شبيبية هل فعلا هذا الرقم صحيح؟ هو ما حدث عبد الله مئة ألف طلب تذكرة ليس مئة ألف موجود هنا ولكن مئة ألف طلب تذكرة من جماهير فرانكفورت لم يكن هناك رقم دقيق بما يخص جماهير فريق جلاسكو رينجرز ولكن فعلا هناك مئة ألف طلب تذكرة وليس مئة ألف مشجع المالي موجودون هنا اليوم موجودين هنا اليوم في هذا الملعب ولكن أعتقد أن بحسب ما أشاهد هنا الملعب سانتشيب إخوان هناك منتصف الملعب لصالح جماهير فرانكفورت والنصف الآخر لجماهير جلاسكو رينجرز العادات متكافية هذه المرة في الملعب نعم ولكن سنرى التوزيع فيما بعد نطلق صافية البداية هل ستكون متكافئة أم لا شكرا جزيلا لك باسل طبال أجواء وحماس وإثارة هناك خلفك تدعون أكثر